أكد المشاركون في اجتماع المكتب الدام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب حق دولة الإمارات العربية المتحدة في استعادة جزرها الثلاث طنبل كبرى وطنبل الصغرى وأبو موسى المحتلة من قبل إيران ورفع المشاركون عقب ختام أعمال المكتب الدام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب أمس بدبي برقيات شكر وعرفان لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد الألنهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الفخري لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الألنهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على ما قدمته دولة الإمارات لاجتماعاتهم من دعم كان له أبلغ الأثر في نجاح أعمالهم